موسيقى شو بتقول الأبراج الصينية لمولود الحصان بسنة البقرة أي بها السنة يلي بلشيت أو بتبلش بـ 12 أشباط في برواري الحصان بيوازي بالفلك الغربي برج الجوساء هلأ مش يعني أنه أنت برج الجوساء عزيزي الحصان لا بس تشبه مواليد الجوساء إذا أخذنا الأبراج الغربية فيك تكون حصان وجوزاء فيك تكون حصان وأسد فيك تكون حصان ونمق وعزراء فيك تكون حصان وكد الأبراج البقية بس إذا بننا ناخد شو هي يعني شو قريب منك هو مولود الجوزاء بالأبراج الغربية هالسنة بتكون أفضل بكتير بكتير من سابقة يا عزيزي الحصان وبتحملك بعض الحركة غير الاعتيادية لكن بتأدي لتطور مهم جدا ومهني وفرص كتيري بتعود عن خيبات السنة الماضية بسنة البقرة على الحصان أنه ما يقفز بسرعة وبعيد بل ياخد وقته حتى يضمن النجاح لكل خطواته فشخة فشخة أما تغيير الاتجاهات والنشاطات فيبنوا مناسب جدا بها السنة موعود أنت بتقدم ملحوظ هيدا ما بيمنع من أنك تتولى مهمة أو بتقود حملة أو بتترقس مشروع وبتظهر خلاله قدراتك ومواهبك خلال التنفيذ بلاقي الإحسان دعم من قبل بعض الشركاء والعاملين معه خاصة مع الجدد يلي عم بيتعامل معه ربما للمرة الأولى لكن نجاحه بيكمن بأن يشارك أشخاص هادئين ومخططين على المدى البعيد وغير المتسرعين باتخاذ القرارات أو بإعلان الانتصارات بدون مرتكزات أساسية بيحقق لحصان هالسنة ربح مادة مالة بفضل ديناميكية بتسكنه وبيحصل على ارتقاء معين أو على مردود مادة بيساعده جدا لكن أي تسرع بسنة البقرة بيرتد عليه سلبا لازم يدرس كل العقود بهدوء بهدوء بهالفترة يلي بتحمل بعض الأرباح وبتوقع بين النص التانية من السنة وخاصة ابتداء من شهر تموز أما الأشهر الجيدة فبتوقع بإشباط وحزيران وتموز وتشرين الأول يمكن يلاقي حاله محبط جدا بكانون الأول أما أرقام الحظ فهي اتنين تلاتة وسبعة وكل الرقم بيتكون منها الأعداد هالأرقام والأيام الأفضل بتوقع بخامس يوم من كل شهر وباليوم العشرين كمان بتحقق عزيزي لحصان تطور ملحوظ بأعمالك بتتسلق القمم بتخدمك الظروف أو حتى أوضاع الآخرين حولك بتكتسب بهالسنة خبرة مهمة وبتلعب الأحداث العامة تدور بهالشي يمكن تقود مجالات مهنية جديدة أو تكلف بمهمات منها تقليدية بالنسبة لألك بتحصل على معلومات بتخدمك بإيجاد عمل إذا كنت عم تبحث عنه بتتوصل لتحقيق أهداف وضعته نص بعينيك بالسابق بتتحسن أوضاعك المالية مثل ما إنها بدون شك وتتاح لألك فرص للسفر أو بتتلقى دعوة بهالإطار مهمة بتهتم باتصالات اجتماعية أو انفتاح بين شهر آزار وشهر نيسان وبين منتصف حزيران وأول أيلول لأنك بتقدم بهالوقت على بعض النشاطات العامة وبتشارك بمناسبات مميزة على الصعيد الشخصي بتلاقي الحب إذا كنت خالي القلب أما إذا كنت على علاقة ما فيجب أنك تتروى شوي حتى ما تنصاب بالخيبة حازر من بعض التشويش على حياتك الشخصية أو من تدخل الماضي لحتى يربك حاضرك وعلاقتك الحالية بتسعد لبعض الأوقات والعلاقات العابرة حتى خاصة إذا ما لقيت ساعاتك بعلاقة مستقرة يمكن ما تعجبك أنماط هالسنة يلي بتشوفها شوي باهتة بالنسبة لشغفك الاعتيادي يخشى كمان من بعض المشاكل العائلية يلي بيسببها أحد الأولاد أو أحد الوالدين انتبه عزيزي الأحصان لوضعك الصحة المتعلق بالأذنين بالعينين بالأسنان وضرورة الاعتناء فيها بيئة هالسنة طبعا وإذا كانت جيدة بمجال الأعمال وأقل جودة في مجال الحب بس بتوعدك بأشياء كتير انتبه للقرارات الانفعالية اللي بتؤدي لصدمات عاطفية كمان بهالسنة